اللي هما الوجودة اللي كان معانا اللي جي معانا من درزال ما ييجي وررنا النفس يقول انا كنت معانا محمد الدعبوس بيته قريب هنا هوا علاء الدعبوس اللي في شارع عشرة أحمد أبو عيد أحمد أبو عيد أحمد العرب أبو عيد خطب عمتي أحمد دويدة أصبيان بتاعت الشارع عندنا عبده ومحمد أصبيان أماركوا كلهم الجدع اللي خدنا في العربية اسمه لكشة العربية بتاعته هو اللي ودنا المستشفى قبلتنا في أول سنبو خدت ميادة مننا محدش شافهم روحنا المستشفى استنينا حد منهم محدش جاه اللي جاه بعدها بحوالي ساعة وأكتر جد أبو تمام جد أبو وإخوانه وعمه جوم بعد ساعة إحنا ودناها مش في نيتنا ولا في دماغنا إن مخطة ميادة هتفوق وميادة هتلبحانه قالوا لنا قلطة البطاجاز واقف قلنا كده مش في دماغنا إن المواضح كده ده اللي إحنا قلنا في إعلام وربنا يشهد علي إحنا قلناه قلنا ده الفرن واقع على دماغهم علشان كده كده إحنا قلنا هي تطلع ولأن استعيد أخ لنا ومعدناش فيه ولا قلنا حاجة لحد الآن إحنا مقلناش هاجة بعد قلنا كلام وأي حاجة جبت لي الأختي مخوفينكم؟ وإحنا زلمانهم وإحنا بنفتري عليهم وإحنا بنقول كلام غلط وإحنا جينا عليهم مع أنه كل المحاصرة أنا قلت يعني يعني ده إحنا مطلعين يا مستشار أحمد البنة تمام؟ واخد سبعين ألف ولو ضبح البنات هيطلع أخدت الكلام من هنا طلعته من هنا قلت أضلع عبير إحنا ولا في إيه؟ ده إنت قلت عليه كافر ده إنت قلت عليه إرهالي ده إنت قلت له محاصلش قلنا لهم أي حد يثبت علينا إن إحنا حتى قلنا حسبية لو نعمل وكيل يتكلت كل اللي أنا تكتبته عن نت يا رب تقول بخاطرنا ويرجعينا ميدة بالسلامة بعد ما عرفنا إن الحالة بقى بقى خطيرة والموضوع تعرف طبعا إحنا معنا ناس تانية أهل المصابة تانية جمعوا فيديوهيات جمعوا سوائنا جمعوا كل حاجة طب فعلوا بقى اللي هم أهل الفرح محدش فيهم جاه طب لما شافوا الوضع كده وشايفين بنات بتتشال ربنا خافوا على نفسهم قولي من اللي جاه هم قال مين اللي شال البنات من هنا هو اللي شال البنت اللي شال ميادة على أزداد على أزداد تمام؟ ما التحلنا في العربية خانة نعم مش هلهم بخلار عربية نعم ماشي ماء بس هو اللي شاله ميادة أه أما بقى في المستشفى مالعامة بس ملحش بشجمعنا نهاء مين بقى اللي روح مع البنات للمستشفى كنتو التلات بنات؟ أنا أختي ومتا أخويا إنا اللي موادينها مستشفى البلد وإنا اللي موادينها مستشفى متغامرة أه أه أنا شفتك يا إيماني أنت وخطيبك طول الوقت موجودين حتى وقت العملية كنت موجودة أه نعم نعم لحدي دلوقت هي ميادة حسنية واخدت دفني لقلبي معاها دي صحبته عمري أكله مع بعض نوم مع بعض محدش متقيمة منظرة حسنية في مكان وترجع تاني إن انا بستديها دي تريع وخطف عبد زي الأول مش تغيناها محسش حسز اللي قنا فيي وأنا بحسرت ألب مخالي نعم كنا بسي الإيمان مياد وقبل عربية المياد وقبل عربية الميادة الإيمان هي كت كلها حيالها هم اللي فلن كلها حيالها أنا مرد أخوها كنتوا برعد يومين ثلاثة هناك وارجع شاقتتان أروح أعود معي من وميادة مش شارع كله بيشو مش شارع كله كان بيحب ميادة يعني يعني الناس اللي بتتكلم وتقول هي اللي غلطانة أنها راحت الفرح مرد ما راحتش الفرح لو واحدة وماشة في الشارع يحصل لها كده حتى لو هي ماش مدعية هم بيونه مش مدعية يعني واحدة وماشة وماشة أو واحدة وقفة البيت يعني تصلي كده صحيح ما يتصليش كده يعني كان وارد إن اللي يكون وقت في البلكونة يصحاب البيت نفسهم اصحاب البيت نفسهم سامعين حاجة قدام بيتهم خرجوا يشوفهم لا تصلي لا تصلي لا تصلي لا تصلي لا تصلي عشان الناس بتقول كده ما عندي استعيد ما عن نبعد على لديها فمودي ما هو قول له يا لکن متلحق ما كلماني يا مية على التلفون عالمزنجر دعتيني والنت لو رحت البيت عند احناك ما لقيتش ايمان ببعرفية ونت لا احنا نجريك عن اسو العالميات ونستعيد عازم ميادة شخصيا منع ان السعيد ده اخ لنا يعني كانوا عاز منكم وانتو رايحين بنائن على دعوة أوضارم ما نعرفش إلي موجود إحنا ما نعرفش إلي موجود أن لما دخلنا شفنا إلي موجود لقينا أنا بيبغز متعلقة لقينا اللي هاجم بقى أنا كل واحد هاجم بالطفاية الحريق ألوان أصفر وأخضر وأحمر ما بقيتش شايف أولادي لميت أولادي وإلاية صديقة عزيزلية كان وقت هنا قلت له يا ريضا كنت مريد قلت له عزيلي العيان كان معي أولادي الاثنان وثلاث عيان وثلاثة أولاد أخرى المسرح كان هنا المسرح كان في المكان ده أه كان هنا يدوب على الجان سمعت السفر بلالس منفجاء أنت ما تصل على عمتي أشوفه معامل وإيه روحه وإلا إيه لقيت دي بقصة وبطروح هنا ميادة البتاعك في المخ اللي عم بطل اللي بتاع الحالي جات في المخ البنتين لاثنين اللي عم بطفيت الحريكة في المكان ده يعني هي نطرت فوقي حاجة في المكان ده وبعدين قامت رد عليهم تاني أه يعني هي طارق طارق ما لاجتش حد بعد ولا لاجت عيال ولا لاجت حال أه الحتة دي بقى كان فيها دم يا حاجة بقى لما البنات قاموا كان فيها دم في المكان اللي احنا قفين فيه ده أه ممكن كده دم لسه على الحجر والنبي يعني اللي الدم بتاعهم لسه على الحجر اللي بره اللي قدام الباب ده وهما شايلينهم منازلين أه والبنات وهما شايلينهم كانوا ما شفتيش طب انت تعرفي حاجة ميادة أسطلا اللي هي توفت في الحادثة دي من المعاش بولا اخد بالي البنتين للتحوى على بنت البس ما تعرفيش البنتين لاتنين اه 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 انا شفت حاجة بجونك روح تخش روح تخش روح تخش اه 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 طب هما لما جوم يا حاجة يعملوا العميل بتاعتهم دي واسطوانات وانبيب غاز والكلام ده محدش من الاهل المنطقين اعترض محدش كان عالك اه يعني الناس ما لاخدش نظارها من الحاجات دي غريبة اهدي اولاد اهدي اولاد اهدي اولاد جودة جاي العصف جاي بالشوع طيب وصور الجماجم الخلفية اللي كانوا عاملينها دي دي حاجة عادية عادية ده حاجة كده عادية عادية ما محسبش مجمع اه 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 اشتركوا في القناة